فضيلة الشيخ افقكم الله يقول هل حديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام يقول هل هو حديث ثابت هو الصحيح أنه موقوف على ابن عباس موقوف لكن قالوا هو موقوف بمعنى المرفوع لأن الإخبار بأن الطواف صلاة هذا لا مجال للشهاد فيه فهو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحد يقول غير الرسول الطواف بالبيت الصلاة إلا الرسول فيكون موقوفا بمثابة المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نعم من حيث السند هو موقوف من حيث المعنى هو مرفوع نعم